رجب رجب هل أنت في الاستماع؟ نعم هدير أنا في الاستماع نعم رجب أطلعنا على تفاصيل الجولة التي قام بها وزير الداخلية رفقة مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي نعم هدير يعلم الجميع بأن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها معالي وزير الداخلية وأيضا العقيد صلاح هويدي بهذه الجولة لعل هذه الجولة هي الخامسة منذ تولي العقيد صلاح هويدي مهام مدير مدرية أمن بنغازي ليتفقد فيها أهم المفترقات والأماكن التي تتواجد بها قوة رجال الأمن أو رجال الداخلية نتحدث عن تأمين لبنغازي الكبرى تمتد من المقرون غربا حتى تكرى شرقا إلى مصنع الإسبانت هذه الجولة هي جولة احتيادية زاد عن ذلك في عاشية الأمس زيارة كتلة السيادة الوطنية وأحد أعضائها وقام بتلك الجولة لكي يقفوا على أرض الواقع على ما تقوم به أجزة إدارة أو أجزة داخلية وأيضا مدرية أمن بنغازي كمدينة بنغازي فهي اليوم حافلة بالزيارات اليوم كان هناك تصريح خص به قناة ليبيا الحدث وهو لمدير مكتب الشؤون الاجتماعية وذلك بعد أن نوها بوصول إغاثات للنازحين هذه الغياثات تتمثل في أغطية بعض المفترشات الأرضية سوف يتم توزيعها على الأسر النازحة في القريب العاجل اليوم أيضا كان هناك زيارة لعميد بلدية بنغازي المكلف من قبل الحاكم العسكري العميد أحمد العريبي زار منطقة سيدي منصور لكي يقف على أرض الواقع حول إنشاء مساكل لنازحين مدينة بنغازي نتحدث عن بنغازي وعودة الحياة لا تزال ساعات الصباح الأولى في هذه المدينة تشهد ازدحام شديد في الشوارع وأغلب المفترقات الرئيسية هذا وإن دل يدل على عودة الحياة إلى هذه المدينة لنتحدث أيضا عن مستوى فوق الجيد الآن توفر الخبز عدم انقطاع الكهرباء لا توجد إلا مشكلة واحدة وهي مشكلة فقط هي سيولة مصرفية إذا ما تحدثنا فبنغازي باتت تتعافى في أيضا هناك تصريح تم توجيهه من قبل الحاكم العسكري في منطقة من درنا إلى بن جواد حيث قال بأن الأجهزة الأمنية الآن عادت أقوى منذ قبل وسوف تكون بنغازي هي المدينة السلام كما عهدت وكما يعرفها جميع وسوف تتنصل من ثوب المدينة المنكوبة نعم ورسلنا رجب بليبلو من بغازي شكرا جزيلا لك